في مشهد أظهر عمق العلاقات الدفاعية الوثيقة بين موسكو و بيكين حلقت القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية في دورية مشتركة فوق غرب المحيط الهادي وزارة الدفاع الروسية قالت إن القاذفات الروسية منها بعيدة المدى من طراز توبوليف 95MC التابعة للقوات الجو فضائية الروسية هبطت لأول مرة في الصين بينما توجهت القاذفات الاستراتيجية الصينية من ترازتشان ايج سيكس إلى قاعدة جوية في روسيا التدريبات جاءت بعد سلسلة من التدريبات المشتركة التي تهدف إلى ظهر التعاون العسكري المتنامي بين موسكو و بيكين حيث تواجه كلتهما توطرات مع الولايات المتحدة ففي سبتمبر أرسل بيكين أكثر من 2000 جندي إلى جانب أكثر من 300 مركبة عسكرية و 21 طائرة مقاتلة و 3 سفن حربية للمشاركة في مناورة مشتركة شاملة مع روسيا وصفت بأنها استعراض الاتساع وعمق التعاون العسكري الصيني الروسي والثقة المتبادلة التعاون الدفاعي بين موسكو و بيكين تنامى منذ أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير الماضي ورفض الصين الشديد لانتقاد تصرفات روسيا والعقوبات المفروضة عليها وإلقاء اللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في استفزاز موسكو وفي المقابل دعمت روسيا الصين بقوة وسط التوترات مع الولايات المتحدة التي أعقبت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس الماضي في تأكيد لرفض واشنطن التدخل العسكري الصيني في تايوان لاستعادتها بالقوة